أعلنت وزارة النفط عن ععادة استئناف الانتاج من الحقول المشتركة في منطقتين عمليات الوفرة والخفج اعتبارا من الشهر الجاري وقالت وزارة النفط عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم كذلك عودة الانتاج في عمليات حقل الوفرة المشترك بداية من شهر يوليو الجاري وذلك لأول مرة بعد توقف دام خمس سنوات وأشارت وزارة النفط إلى أن استئناف التشغيل قد تم بناء على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر